التقى رئيس عبدالفتاح السيسي في دبي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر وأضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجارية تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعية وخاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر كما تم تباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادية والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ومواصلته النمو وتعظيم لاستثمارات الأجنبية المباشرة